قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي إنه من المستحيل القول بأن مدينة ليسيتشانسك تحت السيطرة الروسية وشدد زيلانسكي على استمرار القتال في ضواحي هذه المدينة التي أعلنت روسيا السيطرة عليها بعد حصارها كان وزير الدفاع سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي قد أبلغ الرئيس فولودمير بوتن بأن القوات الروسية وحلفائها يسيطرون حاليا على أقليم لوهانسك الأوكراني بالكامل بعد الاستيلاء على مدينة ليسيتشانسك آخر مدنه الرئيسية أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزي بوريل على جدوى العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا بسبب إطلاقها عملية عسكرية في أوكرانيا وأضاف بوريل أن أثار العقوبات الغربية ضد موسكو ستزداد بمرور الوقت لتنعكس على الاقتصاد الروسي لافتا إلى تبني التقتل الأوروبي ستة حزن من العقوبات ضد روسيا استهدفت حتى الآن ما يقرب من 1200 شخص و98 كيانا في روسيا كما أشار إلى أن الصعوبات التي ستواجه العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي بسبب التخلي عن الغازة الروسي هو الثمن الذي يجب دفعه للدفاع عن الديمقراطية والقانون الدولي بشكل موسيقى ترجمة نانسي قنقر